اجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة على هدم منزله في بلدة جبل المكبر وقال الناشط الاجتماعي في القدس المحتلة خالد ابو تايه ان المقدسي فواز عبدو شرع في هدم منزله في حي المدارس من المكبر بعد ان طالبته بلدية الاحتلال بالهدم بحجة البناء دون ترخيص واشار مالك المنزل بانه بنى منزله قبل اكثر من خمس سنوات ويعيش هو واسرته المكونة من ستة افراد في المنزل البالغ مساحته مئة متر مربع